طيب هنكمل هنا اللي بدأناه في شابتر ثلاثة احنا وقفنا عند self inductance عرفنا قيمة للل وعرفنا ان ال end used by negative ldi by dt ودينا جميلة عايزين بقى دلوقتي نحسب ال energy stored تمام في الكويل تمام عندي كويل بالشكل ده وعندي ببطارية بطارية طالع منها الاي اهو وادا كويل دل تمام الاول ايه انا عندي الباور لو يساوي دي يو باي دي تي اليو هي ال energy stored ساويها ب في مثلا اا في اي تمام الفي في حالة الكويل دي هتبقى اا اا ال دي اي باي دي تي تمام اذا هيبقى دي يو هيساوي اا ال اي دي اي باي دي تي تمام اذا هقدر اقول ان دي يو هيساوي ال اي دي اي تمام هقدر اكامل ده اا طبعا هكامله اا من زيرو اليو واكامل مسلا من زيرو لاي تمام هطلع من هنا اا يعني التكامل هياخد يعني بسيط هيبقى اليو هيساوي نص ال اي سكوير تمام اا اا تكامل ده يفكرك بايه يفكرك الصراحة بايه اا طبعا ده يوم ماجنيتك او اليوم اا كويل يعني ده يفكرك باليو بتاعة الكاغستور اللي هي كانت نص سي دلتا في سكوير تمام كونستانت في القيمة اللي بيعتمد عليها سكوير وكان بيعتمد على البوتينشال ديفرنس هنا بيعتمد على الكارنت تمام ماشي ااا خلي بالك الكويل ما بيتشحنش تمام يعني اا يعني ايه يعني احنا في الكاباستور كنا بنقول وهو بيتشحن في الاول كان بيحصل كذا وهو بيتشحن في الاول وبعدين لما يتشحن خالص بيحصل كذا لا انما الكويل ده ما الكويل لا يشحن تمام يعني دي حاجة مهمة جدا يعني ما بيتشحنش ده ده كويل تمام حاجة بتمشي فيه الكهرباء على طول تمام لكن بقى ايه اللي بيحصل وهي ماشية ده هنتكلم عليه دلوقتي ده هنتكلم عليه في حاجة اسمها الار السيركيت تانية كان ما ينظرها في الالكتريستي هو الارسي خلي بالك ان احنا ممكن يعني نتخالف دماغنا دلوقتي بارارل ليه اللي كان بيحصل في الالكتريستي ليه لانه بكل بساطة يعني تقريبا حاجتين يعني متشابين جدا فلازم يعني ناخد بالنا من الفرقات والتشاوات دي يعني تمام ايه اول حاجة انا في الا ارسي يعني في الارسي كنت بقول ايه كنت بقول هنا لأ هنا مشة تشارج. لا انا هقول بقى ايه في الحالة دي جروف. وادي كي. لايه للورنت. والتانية كان تشارج كان يعني خلي بالك الار سي. كان بيتشارج كان لبيتحرك ونت بقول ان كيوب تزيد او كيوبه تلاقي Yin تمام الفرج. تمام? مشي. بتاع نرسم رسمة بتاعتنا عندي هي بطارية. وعندي هنا نقطة وهنا نقطة واحد وثنين. وعندي هنا. سويتش. وهنا فيه ريزيستنس. وهنا الكويل بتاعي. تمام دي ار ودي وده دي ال ده الكويل. اه اللي بيحصل بقى في كل مرحلة. يا اما هوادي السويتش ده. يا اما هوادي الواحد. يا اما هوادي الاثنين. ايه اللي بيحصل? في كل مرة. تمام? نتكلم على اول حاجة. ليه? اوف كارانت. تمام? ماشي. يعني انا قفلت على واحد. تمام? فازن في كارانت بيطلع لي من البطارية ويبدأ يتحرك ويعديه للكويل. تمام? ايه اللي ما بقفل. في اللحزة دي بالزبط. تمام? ايه اللي بيحصل? اه اه ال 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 ده بيعمل انديوز ايم اف. تمام? لان الكارانت تغير. فهام اول? حصل تغير دي اي باي دي تي. فازن هيحصل انديوز ايم اف. تعالى نطبق قاعدة كرشوف. تمام? ان كل ال ايم اف. يساوي ال اي ار. تمام? ماشي. يبقى ال اي? طبعا ال اي هي هي اللي هنا. تمام? اي? ا 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 ر. ودي برضو ا ا ا ا ا ا ا ا خلات المشأة. وزي ما قلنا قبلي كده. ا ا ا بتتحل ازاي? بتتحل بفصل المتغيرات. الحقيقة اعتود بتحل فيها كتير احنا عملنا يعني الديريفجين ده كله في شابطة الاربعة الكتريس تي ومش هعيده تاني ونفس الديريفجين بالزبط هيطلع لك ان الاي بس تاني كان عاق تيو الاي المراد يعيبقى اي على ار تمام وان مينوس اي بار نيجاتيف ار على ال تي تمام فيه حاجات يعني متشابه وفيه حاجات مختلفة تمام تعالوا نتكلم عليهم واحدة واحدة اول حاجة اه الكارنتينة بدأ يعني كأنه بدأ من صفر وبيزيد تمام طب ده ده ليه ده ليه كده اه تعالوا نتخيلها احنا قلنا دلوقتي ان الاي بساوي اي على ار مضروبة في وان مينوس اي بار نيجاتيف اه ار على ال تي تمام تمام ايه ده اه رسمة ده عاملة ازاي رسمة ده عاملة كده اه اي ده الطايم وادة الاي اه عاملة كده صح او خليها كده وطبعا عندي هنا عندي هنا اللي هي الاي على ار دي الاي ماكسيمم يعني وهو بيعد يزيد لها طب اللي بيخلي الحركة تبقى كده يعني اللي بيخلي ده يحصل تمام الحقيقة يعني يعني الطبيعي الحالة الطبيعية تمام الحالة الطبيعية ان انا يبقى عندي اذا الجراف اذا تي و اذا الاي عندي طايم بصفر اول ما اوصل يعني ده اول ما اوصل على طول البطارية هيبقى عندي كارانت دي سي لانه المفروض هو دي سي هيبقى يعني فاهم دي بطارية وبتطلع قيمة سابتة اللي هي هتبقى اي على ار ده في حالة انه نو اندكشن صح ده اللي المفروض او الطبيعي بيحصل من غير كويل طيب الكويل هنا عمل ايه الحقيقة كويل ايه في الاول خالص بيحصل اندكشن بيوقف الكارانت بالكامل بعدين تمام قيمة الاي اللي طالع من البطارية سابتة وقيمة الانديوز دي بتقل لحد ما يطلع بالشكل ده فاذا اللي بيحصل يبقى انا عندي كارانت من ال ال اللي هو الكارانت من ال ال هل يسميه بالله صفر كده عامل كده تمام بيبدأ في الاول بقيمة ماكسيمو بحيث ايه يبقى انا عندي كده تلت حاجات ده ال اه ده كده الاي بتاع ال ال انديوزد تمام وده كده الاي توتل اللي هو ده خلينا نقر عليه اي توتل وعندي طبعا الاي ماكس او اللي هو الاي باتري ده اي باتري اللي طبعا ببطارية سابت لكن بيحصل اندكشن فبيصفره الاول ال اندكشن بالفة توتل بيزيد مع الوقت تمام اه دي فكرة ليه الكارانت بيحصل له جروف اصلا ليه الكارانت اصلا مرة واحدة فاذا لازم اخد بالي بقى من حاجة تمام ان ال اندكشنز تمام بريفنت صدن تشينج ال اندكتنس بيمنع التغير المفاجئ للكارانت سواء من صفر لماكس او من ماكس حتى لصفر زي ما هنشوف تمام فعشان كده بتستعمل في دوائر الحماية تمام بيبقى عندك ايه مسلا لما النور بيقطع ويرجع تاني ما بيرجعش امتين وعشرين مسلا الكارانة بتقطع وترجع ما بترجعش امتين وعشرين دو ترجع عالية جدا فاذا لو دخلت على جهاز الماكسمن بتاعه هو مسلا اقول يعني لو قلنا مسلا اه ربعمية ويدخل عليه الفين فالجهاز هيبوز اذا بيبقى في دايرة حماية بكل بساطة هو كويل بيخلي الكارانت يرجع واحدة واحدة تمام اه ماشي اقدر استنتج في الحالة دي بتاعت الجروث تمام حاجة اه ايه هي ان انا عندي اه بالنسبة لكويل يال تمام اه عندي حالتين في الاول لما الطايم يساوي صفر صفر بلاس دي يعني بعد الصفر بحاجة بسيطة جدا تمام تمام الكويل بيهف از اوبن سيركت يعني اوبن سيركت يعني بكل ببساطة الكارانت الكويل عمل لي انديوز لكارانت وقف لي التوتال او التوتال بقى بصفر بسبب الاندكشن تمام وبعدين بعد وقت طويل جدا طيب بانفينيتي هيبقى عامل زي كلوزد سيركت سيركت وده اللي احنا شوفناه من الكيرف اللي كان عامل اه كده بالنسبة لل او لل اي انديوزد اي انديوزد كان عامل كده فكان في الاول طبعا هو قيمته عالية بس هو عكس الكارانت فا اه بيم معه في الاول بعدين في الاخر بيقل جدا فبيبيهيف از كلوزد سيركت تمام ده في حالة خلي بالك ده في حالة جروث وفي كارانت اللي ان في الحالة التانية تتعكس طيب اه ناخد مثلا ايجزامبل بسيط اه لو عندي حاجة بالشكل ده اه وفيه ناسويتش تمام عندي هنا تلاتة وعندي هنا ستة وعندي هنا ال تمام اه طبعا هنا هنا مسلا الاي توتل لو هيمشي طبعا بعد ما في السويتش هيمشي اي توتل هيبقى فيه هنا اي وان وهنا اي تو ماشي انا عايز اول حاجة ايه انا عايز اي وان واي تو ات تايم بصفر او بعد صفر لحظة بسيطة جدا تمام اي اللي بيحصل اي اللي بيحصل اول ما بقفل قلنا ان هو لسه هيشحن فاذا بيهيف از اوبن سيركت فاذا هلغي ده كله هيبقى عندي ال اي وان وطبعا هو مديني ال في بي مسلا ب 12 فولت اي ان كان اه اتناشر فولت اي 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 وان هيبقى هيساوي 12 على 3 على طول ان هي دي بس اللي شغالة تمام اه طيب افتر الونج تايم تمام يبقى انا يبقى انا ده اول مطلب اذا اي وان في الاول هتساوي اه اربعة امبير واي تو طبعا هتساوي صفر طبعا ده عند تايم ساوي زيرو بلاس طيب اه عند تايم يساوي انفينيتي او يعني بعد افتر الونج تايم ايه اللي بيحصل اه اللي بيحصل كان الاتي بالنسبة الاي وان زي ما هو اربعة امبير ما بيتغيرش مع الوقت تمام ميفوش اندوكتنز ده كلان تسعيب ده دي سي ما بيتغيرش معلوق طب بالنسبة الاي تو تمام اي تو هلاقيه بقى هلاقيه طبعا ان الكويل بعد انفينيتي هيبقى بهيف اس اوبن سيركت يبقى انا مش مش هلغيه تمام مش هلغيه لكن هيبقى معايا هيبقى عندي الكويل اوبن سيركت يبقى انا كاين عندي الدايرة عاملة كده ااسف الكويل هيبقى حقيق الدايرة شغالة المهم اده الستة وده التلاتة تمام كان الكويل ده سلك خلاص بقى سلك طعم بيعملش حاجة خلاص لان دي سي خلاص ما بقاش فيه تغير بالنسبة للوقت ما بقاش فيه تغير بالنسبة للوقت ايه اللي هيحصل كده هيبقى عندي اتناشر الاي توتل هيبقى ستة تمام هتعمل دول بارل هيبقى اثنين الاي توتل ستة امبير هيخش هنا اربعة اذا هيخش هنا اثنين تمام يبقى اي توه هيساوي اثنين امبير تمام خلي بالك تاني اي وان ما تغيرش معطايم عشان ما كانش اه جنبيه من دكتور تمام عندي حاجة تاني اه مثلا يعني اكزامبل تاني السريع عندي بطر ايه اكيدا شكرا شكرا اخر فرعه كده ستة 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 روم طبعا وذا كل اللي اندوبتا نسئل وعندي هنا اتنشر فولت اللي هيحصل انا عايز عايز عند تايم طبعا في هنا اوي عند تايم يساوي زيرو بلاس طبعا عند زيرو بلاس ده اوبن سيركت ده اوبن سيركت كأنه مش متوصل غير الستة اوم بالبطارية فا اذا اوي هيساوي اتنين امبير تمام طب لو بعديها تايم يساوي انفينيتي افطر الونج تايم مش هلغي دول ايه اللي هيحصل مش هلغيهم هيبقوا كأنه سلك كأنه سلك تمام كأنه ده سلك فاذا انا عندي ثلاثة ريزيستنس متوصلين بارالل دول ستة وستة وستة هيبقوا اتنين اوم مع الاثناشر هيبقى الاي بيساوي ستة امبير تمام؟ طيب نتكلم برضو على حاجة الطايم كونستانت في الارسي سيركت كان ارسي بديهيات كان عندي كده التاو بيساوي ارسي وكانت الاي بار نيجا تفتيه على تاو اللي هي ارسي تمام؟ بالنسبة لل اي بقى بالنسبة لل ال 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 سيركت بquality أي رسيدي الطايم كونستانت بتاعها هيساوي الل على ار تمام؟ ااااااااااااااااااااااااااااااا�� ان الميجا ا حتيث ان اليودات بتاعها ليوند التايم كونستانت يبقى بالثاةی التي كنت هيبقى بالثاق وعقول تناولها بارثااك literally هذه الفوابة ب prim就是說 فايزا التاو يساوي ال على ار. تمام? اه ده التايم كونستانت. ايه تعريف التايم كونستانت هو الوقت اللي بياخده الشيء اي مكان. اه لانه يحصل له جروف تلاتة وستين في المية من الماكسيمم او دي كي لحد ما يبقى سبعة وتعاتين في المية من الماكسيمم. تمام? نحظة. يبقى التاو بالنسبة لل ار ال سيركت هو ال على ار. وهو الوقت اللي بتاخده بياخده الكارنت لانه يوصل يعني اما يجروه الى تلاتة وستين في المية اما يدي كي لساعة تلاتين في المية من الماكسيمم بتاعه. تمام? اه اتكلمنا احنا كده على حالة الجروف. تعالى نتكلم على حالة الدي كي. تمام? اه ايه اللي بيحصل? اه 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 ده حالة رقم اثنين. دي كي. المرة دي يتوصل عنا ازاي? المرة دي اه انا قلبت السويتش لتنينة. تمام? اه حرسم برضو نفس ال اه او يعني هكتب نفس العلاقة دي كيو اه احنا كنا وصلنا لمرحلة اللي هي دي كيو او لا اسف دي اي على ا 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 هيساوي اي ار صح وابدأ بقى اودي واجيب اه وحل الديفرينشيل اكويشن هالطلع لي من الاي هيساوي اي على ار تمام اه مطلوب في اي بور نيجاتيف تي على تاو اللي هي ار تحت ولي فوق تمام اه ده القانون بتاع الكارنت في الديكي عمل ازاي تعال نرسمه اه بترسم كده عندي طايم بصف وعندي اه ده طايم يعني وده الاي تعال نتخيل الاي في اللحزة اللي قبل بالزبط بص قبل ما افتح السويتش تمام قبل ما افتح السويتش كان الكارنت ايه كان كارنت ماكسيبوم او يعني فرضنا ان هو كارنت ايه هيبقى هنا مسلا ايه على ار صح? اه لما افتح سويتش ايه اللي هيحصل? ايه اللي هيحصل للكرانت? الكرانت عده ينزل على حسب العلاقة اللي احنا قلناها ينزل. اكسبوا انشاء كده. تمام? اه ده برضو بسبب الاندكتنس. تعال انا تخيل تاني السيناريو اللي مفهوش اندكتنس. اللي هو اي ده الطايم وهي ده الاي صح? الاي ايه. قبل ما افتح كانت كده. بعد افتحت بيت هنا على طول. تمام? صدن تشينج. لأ. انما تاني بقول ان الاندكتنس ده هنا نوع اندكتنس. اه هنا تاني بقى بقول ان الاندكتنس بيمنع الصدن تشينج. تمام? وتاني بقول ان التاو هو 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 الوقت اللي بياخده الكرانت اللي انه يقل الحاد مسلا هنا سبعة وتعائتين في المية من قمته الاصلية. تمام? اه. طبعا ايه? بعد فصل البطارية الاي هو الاي انديوزد. والاي هو الاي انديوزد. تمام? عشان كده الاي اللي هيطلع لي. اه طيب تعال ايه? الاي اللي اطلع لي هنا مع اتجاه الكرانت الاصلي لو اخدت بالك اه مش عكسه مثلا زي الارسي سيركيت. اللي بيحصل? تعال انا نركع كده بذاكرة للارسي سيركيت. كده حاجة عاملة كده. اه. وادا اهو. وادا كاباستور. وادا ريزستنس وادا سويتش. اما يروح لواحد اما يروح لاثنين. طيب اه. لما كنت اه مسلا بوصل باثنين. باشحن وبرجع. تمام? يعني انا ايه? شحنت. طبع من هنا ايه صح? وشحنت. شحنت الدايرة لحد من ده بقى بوستف وده نيجاتف صح? طيب اه شيل بقى اهو يعني خلينا نعمل ايه على دي. ايه دا الاي. وده كان مقفول وده بوستف ونيجاتف اتشحن. تمام? اه شيل بقى الحتة دي كده تمام? ووصلوا لتحت. تمام? يعني اول حاجة كان ماشي كده بعدين وصل. انا شلت بعد ما شحن ووصلت تحت. تمام? لسه عندي بوستف ونيجاتف صح? ايه اللي هيحصل بقى? ايه الكارنت الجديد هيطلع من هنا او اطلع ازاي? هطلع لي من هنا من البوستف بتاع الكاباستور تمام? يبقى انا الكارنت اللي هو اه بعد ما باني السويتش في الكاباستنس كان بيبقى عكس. ماشي. انما بالنسبة لنا هنا بقى بالنسبة للكويل عاملة ازاي? الكويل انا عندي كور صح? مش هو ملفوف على كور? اه ماشي. وكويل عامل ايه? عامل سلينويد ده هو سلينويد مش كويل بس احنا بنقول عليه كويل. مسلا. خلي كده. اه كارنت ماشي فيه. اه في الاتجاه مسلا ده. تعال نقول ان ده الاي باتاري او اي باتاري هيبقى ثابت. اي ده الاي باتاري صح? اه في الاتجاه ده. تمام? اي باتاري بامبير رايت هاند هتقدر تستنتج اه اه ان الماجنيتك او الانديوزد ماجنيتك فيد. عامل كده صح? عامل كده التحت صح? ده هتقدر تقول عليه البي نود صح? اللي معمول عن طريق اللي هو الباتاري. تمام? هتفصل البطارية. اي دي هيقل او. اه فبي نود هيقل. تمام? فاذا على حسب قاعدة لنز اللي احنا اتكلمنا عليها. على حسب قاعدة لنز هيطلع لي هنا بي انديوزد. مع اتجاه البي نود علشان يقول له ما تقلش. تمام? والبي انديوزد ده هيعمل لي بقى هو انديوزد اه كارنت هيبقى برضو مع اتجاه الكارنت الاصلي كده. تمام? ده هيبقى الاي انديوزد. تمام? دي الحتة اللي هي بتاعت ليه الاتجاه ده كده. تمام? وبرضو نقدر نقول ان ديور الديكاي. ايه تمام? ايه عندي الكويل اهو. لما الطايم بزيرو بلاس? بيبقى عندي شورد سيركو 차� الحقيقة المرادي تمام? ايه عكس عكس لما كنا في الجروث في الاول بيقول للكرنت ما تمشيش انما هنا في الديكي بيقول له ما تعملش ديكي لا استنى فاذا في الاول بيبقى شورت سيركت بيساعد الكرنت لحد ما يفضل يقل لحد ما طايم يبقى انفينيتي بيبقى كأنه اوبن سيركت تمام بعد وقت طويل ماشي او صحب دي كمان اا ماشي تعال نتكلم تاني على الباور كده بس سريع احنا قولنا ان احنا عايزين الباور او الانرجي اسف ستورد ان اا كويل قولنا ان اليو هي تكامل من زيرو الانفينيتي الباور دي تي صح نرفع الباور فوق تمام الباور قولنا ان احنا هنقول عليها اي سكوير او بقى زير الفينيتي اه اده الار واده الاي سكوير دي تي هتكامل هيطلع لك ان اليو هيساوي برضو نص الاي سكوير خلي بالك احنا اتكلمنا في الاول اه جبنا اه جبنا اتنين ارجي تمام واحد واحد كونسيومد ان ريزيستنس والي اتنين طلعوا بنفس القيمة يبقى انا عندي انيرجي ستورد انكويل هتساوي انيرجي كونسيومد ان ريزيستنس تمام اه بس كده كده يعني كده الحمد لله خلص شابتر تلاتة وفضلنا كده شابتر واحد بس في الماجنيتزم اشتركوا في القناة